لم تنضي سوى ساعات على إعلان التحالف تحقيقه نجاحاً بانسحاب مسلحي المجلس الانتقالي التابع للإمارات من معسكرات الجيش والمؤسسات الحكومية الأمنية في عدن حتى نفى ذلك المجلس نفسه النفي جاء على لسان المتحدث باسم المجلس نزار هيثم والذي أكد أن ما جرى ليس انسحاباً من المواقع التي استولى عليها وإنما اتفاق مع اللجنة السعودية للإشراف على بعض المواقع الخدمية في المدينة كالبنك المركزي والمجمع القضائي بيان التحالف الذي أكد بدء الانتقال في سحب مسلحيه جاء بعد تصعيد الحكومة والذي شدد على أن محاولات التماهي والتمرير مع انقلاب عدن يسقط مشروعية تدخل التحالف نفسه في مواجهة انقلاب الميليشيا الحوثية ورداً على بيان التحالف أكدت الحكومة ترحيبها بخطوات بدء الانسحاب مشددة في الوقت ذات على أن ما حدث في عدن يعد فرصة مهمة لمراجعة العمل المشترك للحفاظ على الدولة اليمنية بقيادة الرئيس هادي وعلى الرغم بيانات الانسحاب التي أعلنها التحالف إلا أن مراقبين لا يزالون يشككون بحقيقة ذلك مؤكدين على أهمية أن يقوم التحالف بخطوات فعلية على الأرض لتثبيت ذلك بدلاً من إصدار البيانات المؤيدة للحكومة الشرعية والتي لا تغير من الواقع شيء بل بمثابة تخديراً وتساهم في منع الحكومة الشرعية من القيام بأي تحركات لمجابهة انقلاب عدن